إلينا سؤال يسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بي خيرا يفقه في الدين فبيسأل هل أنا لو كنت لست فقيها في الدين يبقى ربنا لم يرد بي خيرا وهل المطلوب مني أنني أتفقه في الدين وأنا لست متخصصا في علوم الدين بل أنا ربنا أقامني في مجال آخر غير مجال علوم الدين فالإجابة كالآتي المقصود يفقه في الدين يعني يعلمه ويفهمه الدين بالصورة التي تصح به عبادته ويصح به اعتقاده فيكفي الإنسان أنه يفقى في الدين يعني يفهم الفهم الصحيح لكيفية أداء العبادة كالوضوء يعرف إزاي توضى كويس وإزاي استنج كويس يعرف النجاسات عشان يتجنبها في السوب والبدن والمكان عشان تصحي صلاته يعرف حدود عورته إيه عشان يسترها يعرف إزاي يصلي وإيه أركان الصلاة وإيه الحاجات التي لو سهى فيها إيه يجبرها بسجود السهو وإيه الأشياء التي لو سهى فيها تبطل صلاته يبقى يعرف الحاجات دي كلها والحاجات دي سهل تعلمها لكل مسلم مهما اختلف تخصصه لكن مش مطلوب إن كل مسلم يكون متفقه في الدين يعني دارس ومعلوم الدين دراسة تجعله زي شيخ الأزهر مثلا أو عالم من علماء الأزهر مش مطلوب هذا يعني فيه هناك طائفة تقوم بدراسة الدين تفصيلا يبقى عارف خبير في علم المواريس خبير في علم العقائد خبير في الفقه على المذاهب الأربعة خبير مثلا في أصول الدين في قواعد الفقه دي كلها فروض كفاية اللي يقوم بها يسكت على البعض لكن المسلم العادي عليه أنه هو يتعلم من الدين الأمور اللي بيها تصلوا عبادته يتعلم إزاي يبقى مخلص لله إزاي تبقى عبادته خالصة لله يتعلم إزاي يبقى متواضع يتعلم إزاي يبقى بيحب الخير للناس يتعلم إزاي أنه هو يعذر الناس ويتمنى ليهم الخير كما يتمنى لنفسه يتعلم إنه ما يحسدش حد وإنه لا ينظر لما في يد الآخرين ويقرع بما قسمه الله يتعلم وضوء صحيح ستر عورة صحيح صلاة صحيحة صيام صحيح لما يجي حج يتعلم إزاي حج حج صحيح وهكذا لكن أفرد ربنا ما وسعش عليك في المال مش مطلوب إنك تتعلم الزكا لأن الزكاة دي للأغنية طالما أنت ربنا ما عدلكش أموالك كتيرة مش مطلوب إنك تتعلم إيه أحكام الزكاة؟ ربنا ما أقمكش في التجارة في الأسواق مش مطلوب تتعلم إيه كيفية البيوع والبيوع الباطلة والفاسدة وأحكام الريبة والحاجات دي كلها إيه تسأل فيها بقى لما تيه تتعرض ديها حتسأل فيها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لكن الفقه الدين هو الفهم الذي يؤدي إلى التدين الصحيح اعتقادا وسلوكا وعبادات متكررة بحيث تعملها بطريقة صحيحة أصوم أصوم سيام صحيح أصلي أصلي صلاة صحيح فالفقه هو إيه؟ هو الفهم العميق المطابق للشرع الشريف بحيث إن أنا ما كونش عابد جاهل أعمل صلاة بطلة سنين طويلة وفين لما كتعلم الصلاة أقول يا ريتني كنت تعلمت من عشرين سنة لأنا كنت بصلي من غير مبنوي لأنا كنت بصلي وما بقولش بسم الله الرحمن الرحيم في الفتحة لأن عند الشفية عنده بسم الله الرحمن الرحيم دي ضرورية لأنها آية من الفتحة ويجي يلوم نفسه لأتعلم وعشان كده قاله إن العلم يسبق العمل واخد بالك العلم يسبق العمل فأناس ألله أن يوفقهنا في الدين وأن ينورنا بأمور دينية